مرحبا أهلا وسهلا فيكم وسلام للجميع كنا سمعنا بقصة الأمير هنري والأميرة ميغان اللي حبوا ينفصلوا عن العائلة الحاكمة ويصيروا يعتمدوا على أنفسهم ماليا طبعا الأمير هنري هو حفيد الملكة إليزابيث الملكة إليزابيث الآن ملكة بريطانيا ودول الكومنولد وكندا تعتبر أحد دول كومنولد فبالتالي الملكة إليزابيث تعتبر ملكة كندا وعندنا على ورقة العشرين دولار الكندي موجود صورة الملكة إليزابيث في كل مكان حكومي بتروحه وبتلاقي موجود صور الملكة إليزابيث مثلا في البرلمان أو الأمور هاي لأنه إحنا بنعتبر جزء من هذه الموناركي أو المملكي مع أنه كندا لها دستور مستقل عن دستور بريطانيا إلا أن الحكم الصوري بنحكيه هو لملكة بريطانيا الحكم الحقيقي هو لرئيس الوزراء الكندي الآن بما أنه حفيد الملكة قرر أنه يستقل على العائلة الحاكمة فقرر زوجته ميغان أنهم يجوا يعيشوا في نورث أمريكا بين أمريكا وكندا في البداية قرروا أنهم يعيشوا في كندا إلى أن ينتهي حكم ترامب ورح يرجعوا لأمريكا بعد ذلك هذا طبعا راجع لهم بس النقطة الكبرى أو الصدمة الكبرى اللي كتير ناس تفاجأوا فيها أنه في سبوكمان أو الناطق الرسمي باسم وزارة الهجرة الكندية والمواطنة اللي هو Citizenship and Immigration Canada خرج وبدأ ينظر في ملف هنري وماغين ويسأل أو يحكي لهم أنتوا اوكي بتكم تيجوا على كندا أهلا وسهلا فيكم لكن شو طريقة الهجرة اللي بتكم تقدموا عليها فأعطاهم نصيحة أنهم يقدموا على Express Entry أو Skilled Workers أو العماء العمالة طبعا هاي كانت الصدمة لكثير من الناس لكن في دولة تحترم القانون وتحترم السيادة وما في عندها أنا بعرف فلان أو صديقي فلان أو أنا ابن فلان أو بنت فلان بقدر أدخل وهذا اللي بدي أوصل له أنا ففعليا الأمير هنري والأميرة ميغن رح يتقدموا إذا بدهم يعيشوا في كندا لا Express Entry زيهم زي غيرهم زي أي واحد بفكر أنه ييجي يمكن يكون ملفهم مسرع لأنه ما عليهم مثلا تشيك أو شغلات اللغة طبعا عارفين هم بعرفوا يحكوا لغة It's obvious رح يكون لهم طبعا يمكن تسريع في الملف لأنه ملفهم واضح لكن بشكل عام ما في أحد خارج القانون وهذا يثبت أنه الناس اللي للأسف بنضحك عليهم في موضوع الإيميغريشن أو بحكوا لهم أنا والله بعرف فلان في وزارة الهجرة الكندية أو أنا صديقي رئيس الوزراء الكندي أنا بورجيله كم صورة معاه أو أنا فلان مثلا بعرفه في كندا وراح يجيبك أو واحد هون حتى من كندا يقول لك أنا عندي وسطاتي ومعارفي ودون توري أنا ولا يهمك أنا حجيبك على كندا بس بعثت لي ورائك وشوية مصاري تعرف عشان أزبط لهذا ما في منه هذا الحكي يا جماعة قد يكون هناك محامين هجرة شاطرين بيعرفوا من أين تؤكل الكتف يعرفوا كيف يستخدم القانون بطريقة ذكية بديش أحكي تلاعب على القانون لكن استخدام القانون لأنه إذا اكتشف أنه يخالف القانون ويتلاعب على القانون المحامي هذا ضاع منه الرخصة وتبهدل إذا ما دفعوا سجن دفع غرامة أو سجن فهذا اللي حبيت أحكي عنه اليوم إنه حتى الأمير هنري والأميرة ميغان سيضطروا إلى التقديم لهجرة إلى كندا وحتى المواطنة أو الجنسية لن تمنح لهم أوتوماتيكيا لازم يعيشوا في كندا حسب القانون ثلاث سنوات من خمس سنوات ثم يتقدموا على الجنسية عشان يقدروا يحصلوا عليها فهم رح يستمروا في جنسيتهم البريطانية إلى أن يطالبوا بالجنسية الكندية إذا أحبوا وفي هذا الوقت يجب أن يكونوا عايشين ثلاث سنوات في كندا خلال الخمس سنوات الماضية القانون قانون وفي بلد تحترم القانون نحن نحترمها كان في كتير هذا سؤال واضح كيف دم يعيشوا الملكة هي الوحيدة اللي تستطيع أنها تعيش في كندا بدون إقامة دائمة لكن لا تستطيع أنها تستخدم الوحيدة اللي بيستخدمها الكنديين اللي لها ستاتوس خاص بسموها مناركي ستاتوس عمرها ما صارت أنه إجت ملكة بريطانيا وملك بريطانيا وعاش في كندا لكن هو الوحيد اللي حسب القانون يحق له أنه يدخل كندا بدون أعيش فيها بدون ما يكون معه استاتوس لا يحق له العمل يعني مش هيشتغل نجار أو هذا بس أيضا موضوع بريطانيا بالنسبة للملكة نحكي لأي واحد في العائلة الحاكمة يستطيع أنه يجور كندا بما أنه بريطانيا جنسية عادي يستطيع أنه يجلس لمدة لا تزيد عن ست أشهر بعد ذلك لازم يقدم على شيء في الدخوله أو معيشته في كندا وهذا اللي رح ينطبق على الأمير هنري والأميرة ماين صباح القانون صباح العدالة صباح الحق انتبهوا يا جماعة السلام السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تجي علنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد